تستهدف المبادرة الرئاسية حياة كريمة منذ إطلاقها في يناير 2019 لارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والتقافية فضلا عن خلق واقع جديد من التنمية الشاملة المستدامة ومع بداية العام المالي 2021-2022 انطلقت المرحلة الجديدة للمبادرة بتنفيذ المرحلة الأولى في 1477 قرية يعيش فيها 18 مليون مواطن المشروع القومي لتطوير قرى الريف حياة كريمة حلم الجمهورية الجديدة الذي أحدث نقلة نوعية بالارتقاء بالريف الذي طالما عانى من انعدام المقومات الأساسية المبادرة الرئاسية حياة كريمة أنهت عصور التهميش في كافة قرى مصر التي ظلت على مدى عقود طي النسيان والإهمال ولكن في الجمهورية الجديدة بعد صورة السلاسي من يونيو حظي الريف باهتمام بالغ وتصدر اهتمامات الدولة مبادرة رئاسية أطلقها الرئيس السيسي في يناير من عام 2019 لتغير حياة أكثر من ثمانية وخمسين مليون مواطن في الريف إلى الأفضل وتغطي في مرحلتها الأولى أكثر من أربعة آلاف وخمسمائة قرية بإجمالي مائة وخمس وسبعين مركزاً في عشرين محافظة وإحداث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات الأساسية وتستهدف المبادرة الارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والابتماعية والثقافية وإحداث تغيير إيجابي في مستوى معيشتهم فضلاً عن خلق واقع جديد من التنمية الشاملة المستدامة لهذه التجمعات الريفية المحلية حياة كريمة تعمل كذلك على تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين بالإضافة إلى الاستثمار في تنمية البشر وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها مع إحياء قيم المسئولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية من خلال تنظيم صفوف المجتمع المدني للمشاركة في المبادرة الرئاسية وتتضمن المبادرة سلاسة مراحل الأولى تشمل القرى ذات نساب فقر تتجاوز السبعين في الماء وهي الأكثر احتياجاً وتحتاج إلى تدخلات عاجلة والثانية القرى ذات نسب الفقر التي تتراوح بين الخمسين والسبعين في الماء أما الثالثة فهي القرى ذات نسب الفقر الأقل من خمسين في الماء وقد حظيت المبادرة الرئاسية بإشادات دولية عديدة فقد أشار مكتب الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إلى أن المبادرة أسهمت في التخفيف من الآثار السلبية لفيروس كورونا وتحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر احتياجاً في البلاد في حين وافقت الأمانة العامة للأمم المتحدة على إدراج المبادرة ضمن سجل منصة الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة للمنظمة وهذا دليل على استفاء المبادرة للمعايير الذكية للمنصة بالإضافة إلى سعي المبادرة إلى توطين أهداف التنمية المستدامة في كافة خطواتها ويتواكب مع المبادرة مسار تنموي يسعى إلى تطوير الوعي المجتمعية من خلال أنشطة فكرية ومعرفية وترفيهية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة